فارق من تاثر وفارق من هازم. إذن باش نهضره على المقابلة ديال آآ الويدات تاك تيكين كيفاش غلتلعب آآ غنقيل واحد 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 الحاجة اللي مهمة. لما المدرب. تيبني الخطة دياله. ها ديالة ربعة واحد ربعة واحد ولا كلها وحشية دي هاد الخوطة تيكتروا ليه ما تبقاش عارف ولا ربعة ثلاثة ثلاثة ولا ربعة اربعة جوج كل لو كيفاش يدير الحسابات دياله هاد الشي اللي تستطيع تخطو المدربة كيفاش يخطو بناء علياش بناء على الخصم وعلى الطريقة التي لعب بها الخصم وعلى الامكانيات والقوة ديال الخصم ومرحلة مهمة هي الطريقة كيفاش يلعب الخصم او كيفاش تينتظر الخصم غادي يلعب هاده هو الشترنج هاده هو القوة ديال ديال المدرب انه ممكن تدير واحد البناء ديال الفارق كيفاش غادي يلعب تتخيل انه الفارق الاخر غادي يلعب باسلوب لانه الخطات يعني يمكن تلقى واحد الخطة يعني اه تكون عاميق عقيمة بمقارنة مع واحد الخطة وممكن تكون واحد الخطة اللي غادي تدير ديال اللعب او المنهج اللي غا تلعب او النوعية ديال اللاعبين ممكن انه يفسدو الطريقة ديال الاخر حيات ماشي اي واحد تلعب واحد الخطة يحافظ عليها من الاول حيات يمكن تغير على حساب المجرية ديال المقابلة انت لاشتي مثلا قلت بيانا ولا انا غادي لعب مع واحد فارق اللي غادي يدير خمسة في الدفاع وغادي يدير اه مثلا اه اربعات ديال فاسطة المياه خلا غير واحد يعني الى بنيتي الخطة بهتشكل هكوية اه واش غا تعتمد على مجموعة من اللاعبين اللي غا يكون عندهم بحيث هجومي ولاد خطين للمقابلة ديال قلقتي هاد خمسة اللي كنتي نوعي غا يلعب بهم ملاعبش بهم ملاعبش اندير متان ديال كلاتاء خمسة اجوج ماثلا خمسة اجوج مثلا اه يعني غا تلقى بانهو تعامل مع المقابلة تعامل مع المقابلة يعني في البداية ديالها وتصرفة ديال المدرمين هادا ولا تيخلين بعد ده بنتيشوفو المدرمين تتلقى تتتحرك وتعيط يقولو اجي را تتغير الامور بتغيير طريقة باش يلعب الخصم يعني ممكن أنه في مقابلة ألقوا بأن وجود الفرق نعتبر مقابلة ستلعب مباراة نهائية ما فيها لا ذهاب ولا إيب فريق قالوا بدي هذا الفريق اللي يغلب معاه عنده لخت الأمامي مهيم إذن خاصة نحصن الدفاع الفريق الآخر تقولت أنا خاصة نحصن الدفاع لشانا غاد نحل لعبة وتنكون أمام جوج ديال الفرق واحد خايف من الأخر شكولي غايبا درب بتغيير شكولي غايبا درب إذن هنا في تلقى المدربين تيدخلوا تيشوف بأنه هاد اللعب هذا مثل لك شاي هادو لعبين الدفاع وحنا لعبين الدفاع واش ممكن نغامر نحرك واحد اللعاب من الواسط نسيته القدام إذن الدور ديال المدرب هي في القوة دياله في التعامل مع المجريات ديال المقابلة ما كايش شي مدرب تدير واحد تدير واحد الخطة ويقولوا يا الله صافي أنا أعطيكم الخطة أنا غامشي نتكالي حتى تساليو لا يكون تيتحرك باش نشو المبارا ديالنا احنا يا مبارا ديالنا احنا دا بحفظنا حفظنا بقوة الشي اللي شاهدنا خليوا الويدات ديالنا الويدات هنعرفوها دا بغنشوفو القوة ديالنا احنا عارفينها وغنشوفو المدرب كيفاش غايب يلعبنا وكيفاش غايب يلعبنا وفريق ديالنا خصو يربح دا بغنشوفو الفريق الاخر الفريق الاخر واش نظنه بانه غادي يلعب بشكل دفاعي مية في المية هادا تساؤل واش يلعبو يملؤوا وسط الميدان واش اه ما تكونش عندهم قراءة على انه فريق ديال الويدات غادي يهاجم اه وحنا اللعبو للحاملات الموضة وهذا هو الشي اللي منتظر بالنسبة لي انا غادي المنتظر انه ممكن يخليونا الكورة ومنتظر تيقول لك ودي باش يمكن نيديرو التفوق العددي انه نخصنا اللعبو اللاعبين ايه اللي هو اه العملود وعطي الله يعاونو يجدوشو الواساط ممكن يمشو يمرو الجهة اليومين او الجهة اليسرى هاد العملية واش ما فيهاش نوع من المغامرة علاش حيث ما غا تلقى الشحات وغا تلقى فرسي طاور وغا تلقى كهرباء تدير اللعابة مزيانين الجوج اللولانين خطيرين ماش منحيدو هاش مبنى تلعبوه مزيان اه كهرباء سيراجو دير الخبرة هذا كما تقولو هذا كوى الديب الكورة كلمة ماشي خيبة لا الديب يعني انه تتحين الفرصة خطير اذا هات التلتي احنا اللي غادي ينهاجموه وخصون ردل ردل بل بانه كين واحد اللعابة مكيش خليه مورانا يعني حتيلا غادي ينهاجموه نهاجموه بعقلان بعقلانية يعني انه مشي عملي ما نخلي شي واحد من هادو مورايا حتيلا خلوتو مورايا باش الخلق التفوق العادي خص شي واحد دير الواساط اللي يكون عارف هادشي هادا يعني يعني تاكتيكيين خاصنا نكونوا واقفين مزيان لانضباط تاكتيكي اكتر واختر من روند مون دير اللعاب حيث اللعابة ليش في ندب هادو هاد بيرسي طاولنا شونا في مورا كانوا كانوا مزيان وش حات هاد الجوج كانوا هما اللي كرة كتر من الاخرين واخداموا الكورة وحنا ملئين واسات الميدان ولاعبين تقريبا واحد مليا دي اللعابة فالجها دي اللي دي الدفاع فما بالوكم الى احنا نمشيوا ندلو شي واحد اندفاع بدأ اندفاع بكل ما نكونوا تنسيطروا لما تنسيطروا وتنبغيوا للا تنبغيوا نشجلوا را تنمشيوا مع الكورة فما بالوكم الى تخلي الكورة لعند واحد من هادو قدموا جوجو لغير واحد اذا الانسان تيشوف اول حاجة منين نجي الخطورة باشي احتاط اما الطريقة باشي غا دي اللي بوحنا يا ماشي الطريقة دي اللي نقلبو فين نشكلو على اليوم واحد الخطورة جيه ليومنا وجيه الوسرة ولكني بدون ما نخسرو طبيعة دي اللي احتيات اللي خسنا نديرو في متل هاد المنقابلات الفريق المصري يعني انا بحنا يعني نبغي نديرو سنا بحال المدرب را ماشي فقط كي غلقو حنا راح تكي غا دي اللعبو هما را هادا هو الدور دي اللي المدرب دور دي اللي المدرب خاص يشوف كيفاش غا دي اللعبو الاخرين كيفاش بغي غا دي اللعبو واش الفريق المصري غايقول بانو انا را بواحد الصفر نخلي المبادرة للفريق دي اللويدات وغا نبيرو وسط الميدا ونلعب لحماية الموضة هادا والشي ممكن تيبلية انا اقربة ام انه ممكن لا انا ممكن يعني نلعب يعني نبادر انا اذا الهجوم لاني لا شجلت هدف يعني هذك احسن احسن نتجة يتسلعي كل هدف اللول والتاني وغا يبقى غا تتعدل مشي بحالة شعك اللول والتاني وانت ون 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 وكنت يدير سفر سفر اذا هاد المباراة هادي فيها صراع تاكتيكي ما بين يعني الفريقين اذا اللعب اللي غا اللعبو حنا يوم اللعب اللي غا دي اللعبو حيت يمكن المستمعين كل واحد كيف غا يشوف واحد يقول كل الحسن يدخل لم يدخل شاي مترجي زهير سماعي اه ما نكتبش عليكم انا بعدها ما عنديش اه اه ماشي ما عنديش اه نخلي المدرب يدخل لي بغا وعلى ضوء الشي اللي غا يدخل ممكن الانسان ي يناقش ما بعدها تبعنا نجي وكلا كان يلعب فلان 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 انما اللعبه مشي قدامي حيث اللعبه اللي تيدخل المدرب تكون نعيش معهم والجانب النفسي تيكون مهم اه حضرنا المباريات مع مدربين وميرارا تيكونوا بعض اللاعبين اللي يخلصوا يدخلوا مع الفقات انت تحدث لكم على الفارق الوطني والنقاش اللي كان عندنا مع بعض المدربين سواء المغربة او الاجريب كين بعد دبات الجمهور تيكون بغي واحد اللعاب يلعب بلا ما نذكر اسمه المدري ما تيلعبوش هاي لما تقدر معتي يقول لك شتوف التدريب ما محمسش لحيث كين اللعاب اللي تتحسب بانه في التدريب ماش هو هدك وكين اللعاب اللي تيكون محمس بغي يلعب والمدريب مع ذلك ما تيلعبوش يجي انت يقول للا خاصني هادا اللي عنده تجربة هادي مقابلات صعيبة هو عنده الرغبة وعنده عنده ولكن مثل هاد المقابلات ماشي فقط غير اه يعني اه الرغبة كين اللعاب اللي تيقول لك انا في الوجه ديال اللعاب تيبلي بانه اه متخوف راه خسكوا تقدرو اه الدورف ديال المباراة بها تشكي لك انا تقول دايما نحس للحد انه لعب ديولنا فايت ليوب هات تجارب اما بالنسبة اللاعب اللي غاي يكون جديد لأول مرة غدخلوه نقول لكم بانه الى مشاوي نعسوا ما لعشرا ونصيا نعسوا ما لتناشلا بس عليه حتي يلعب المقابلات خمسين مرة صعيب راه اللي عنده لعب اللي هما هما اللي تينع سبود نهاني حتي مول فين متل هاد المباريات اما الواحد الى مشاجع عنده المدرب وقال له راه يمكن غا تلعب مشكلة بنسبة ذاك اللعاب لي ما تيلعبش راه راه ماشي سهل ماشي سهل راه مباراة في كرة القادم بهاد الحجم هادا اللاعبين لي اه تيخصهم يشاركوا هما اللاعبين اللي عندهم اه تجاربة تجاربة كبيرة وكبيرة جدا اه ما نبغيش ندير اليوم اليوم نطلب من المستمعين يعطيونا شكونا هما اللاعب اللي تيفضلوا لانه ماشي في مصلحة يقول يعطي تشكيلة ماتلان تشكيلة ولكن غير بدل ما يقول انا ماتل فضل فلان مايلعبش فلان لا اه خسن راعي ودبا احنا راعي وكي لغ كي اللي تيسمع كلتي يوصلوا وكي اللي تيسمع تشجيل اه احنا مع الفريق ديال الويداد بغينا يفوز بالكاس اذا اه اختيار ديال الكلمات اوز باللقب اه خسومي اردو البال سي بيرسي طاو كنشي كنشي رد البال بيرسي طاو اه ما عن لعب زين عنده عنده الخطورة دياله هو انه لعب اه اولا تيلعب الكورة وخفيف واصعب لعب هو اللي تغير تغير اه تجاه ديال الكورة معني تغير تلكورة يعني تتلقى بي انه يمكن جيال يومه ويقلبه رجع الجيال يسرع ويديك الجيال يومنا هذي امور تسمحن علش لانه ما اللعب تيكون غادي في ليمن المدافعين تيكون غادي بوح تاكتيك كيفاش غيحصروه لما تيقلب لكورة عاو يدخل الوسط تي تغير المجرى تيحرك الدفاع كله ما تيحركش غير لعب را اللعب لما تيدي لوح يمشي به ليمن ليمن صرا ما ديديش غير غير لعب تيدي احت اللاعبين ديال ديال الدفاع كون القدم حال التينيس تكون اه تكون بسما سان سانتر مع الضربات والارساليات اللي كاعطيك الخصم ديالك حتى كات اه تربح الافكار ديالك خرجوه على المقابلة للخصم غادي استغل الفرصة ويش اشجل خلفهش بزاف ولكن اه 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 اردو البال سينور الدين تي قردو البال معاك هربا تينام وتيلضغ بحال كالافعا ام لا عندو 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 حسن التموضوع اختار فيه تي عارف يوقف تي عارف اختار في يمشي يمكن بعد دوبات ما تيكملش مزين ولكن انتي عارف يوقف واللي تي عارف فيه وقف را ها شي حاجة كبيرة لما الكورة غادة في اليوم انجيال يمنى والجيال ينصرى وانا نقول لها غنمشي لهاتجية دي راقية راقة كبيرة انك قريتي الخصم ديال او لصاحبك شنو غي يدير بالكورة وهده روى شي اه كبير اه المهم كي انها يجمع اه على انه فريق ديال الوداد عندو امكانية ديال الفوز في هاد المقابلة هادي ودخلنا الواحد المرحلة ديال الفهم الجماعي ودخلنا فرصنا بانه خاص التركيز ويلا اللعابة خاصهم التركيز احنا كمتفرجين وكم متابعين اختيكوا عندنا التركيز ويكون عندنا الهدوء وما ما نمشيوش في يعني نفقدو الامل حيث مقابلة في كورة القدم ما تعرفاش كيفاش غتبدا حيث الى كان فرقة تيلعبو فيها احضاش احضاش الى كان ماتلا في التينيس واحد تيلعب تينيس واحد تيلعب تينيس وادي الميسات نعطي ذا ايمان بالتينيس حيث باش الناس تامن بانه ركيش يحويج ما تتحكمش فيها في التينيس يكون واحد تيلعب ولما تتسايل المقابلة تتسوله تيقول لك درت ودرت 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 تتسوله على المقابلة الجاية تيقول لك اودي لا كنت بحل يوم ما معنيت هدي لا كنت بحل يوم مرة فيها واحد الاخص الناس فمهمهم زيان ما معنيت اي لا كنت بحل يوم يعني هو تتقول مع رسك ايوه انت لا اش ما عتكوش بحل يوم حاقك حاقك حيث هذا بشر دموا الحم انه الانسان واحد الوقت بتاكل الراكت يبقى يضرب الكورة تدخل يعني اه تتجي واحد المناسبة تتلقى واحد يربح في التينيس بستال صفر تتقول اودي صفر بحل مقابلة ويعاودي يخسر علاش هاقك اذا اللعابة ديولنا احنا اللي غانت منه هو انه اه يلعبوه مقابلة اه والظروف تساعدهم على انه يكونوا مزيانين كي اللعاب لي الفارد بالحارس اربعات ديول المرة تشجلون باربعات باربعات ديول موضيع التوحدة وكين واحد اللي تعطيه في واحد مقابلة اخرى يمشي مع حارس لباربعات ديول المرة مش للتوحدة علاش هاقك هادي الكورة هادي الكورة ماشي وضعف ماشي بعد نوبة تشجل بطريقة يعني اه بعد نوبة حارس يدير مقابلة من اربع ما يكون وكورة سهلة دخل اذا حلشان تنتمنوا تنتمنوا انه التوفيق يكون حالي في هاد هاد اللاعبين ديولنا مبارا ماشي سهلة خاصنا اه نصبروا على اللعابة اه وفي كورة القدم في متل هاد المقابلات اللعابة ديولناش اول حاجة خاصهم يديروا هو لم يعبوا الكورة يدوروا بعد غير بيناتهم غير شدك الكورة حيث داك اللاعب يلمشي حتاعتتي الكورة ولكني الكنترول لول ما كانش مزيان تيء الترفيه تيء الترفيه تيء لعب داك كورة غير الانسان يستقنس بالكورة في البداية ديال المقابلة فا ندير بعض القراءات لانه هان قويين عاودوني في الكلام اه الوقت يقرب والوقت امور غا تزير شوية باش نكونوا متفقين تنزيروا في متل هاد المقابلات ما تنبغيو شاي يعني الخاصل انه المقابلة ملعوا بعدنا في الدرب دا وذاك الحفل اه ذاك الحفل ما يمكنه يكون الا ذاك الشوب الاصطناعية وهي شي دي ممكنه يكون الا بالفوز ديال فريق الويدات احنا ما ما تنبغيش نفكر في هاد الشي دا ولكني ما عندك ما تدير خاصل اللعابات ديولنو ما يفكر شواش يفكروا في المقابلات ويركزوا في المقابلات اه اه الدور ديال الجمهور دور كبير مش عالي تشجيع الا الدور على الدور ديال المبارك كيفاش يمكنهم لعبا يرجعوهم للمقابلة ممكن يكون لعبا شي مزين ويرضوهم زيان مخصي كل واحد الملاحظات على شي لعاب ولا شي واحد على شي دخلوه تشكيل اللي دخلات احنا معها الجمهور يمشي بهاد المدع تشكيل اللي لعبات احنا متفقين عليها خلنا نكون متفقين معناه في البداية خلي اللي كي لك شي كريتيك ولي كي شي هتساني المقابلة وحنا الامنية اللي عندي هي انه اه يعني بعد ما غتساني المقابلة اذا ربحناه اذا ربحنا ان شاء الله را ما غتبقى تدر لعلى الكورة اللي مشت اللي من للي مشت اللي صر واللي ضعت واللي حصرها رغى يكون حاجة واحدة هو انه انتهى زيت الكاس ومحتفلين به وتنظروا به ما بغينا الشاي نهار لتنينجي ونضروا الله هادا كم قمت راشي العوتاني لانه لا قدر له النتائج السلبية تجبد ليك قاعدة كالشي القديم ايش القديم مني غا تدر معا شي واحد غا يقول لك لا هاداك اللي ضيع الكورة هادا اللي ضيعها لا سيدي مقابلة اخسرناها في الدهب ها كيف يقول لا ماشي الدهب لانه في القديم كنا نادر نادرنا اه احنا اللي بغينا هو ان الويدا يفوزوا باللقاب ماشي بقا عندهم يعني الشهية مفتوحة يلعبوا نفسه على البطولة اه باش تالبطولة دينا تمشي بالصورة اللي كنا بغينا فبعنا الا